في إطار جهود الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين تتواصل عملية التعاون بين جميع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية من أجل تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري وخلال مؤتمر صحفي عقد بالمحافظة عقب اجتماعه مع الجهات المعنية والمشاركة في هذه الجهود الإنسانية أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أنه يتم توفير كل الخدمات السكنية والغذائية للفلسطينيين الموجودين سواء كان عادقين أو جرح أو مصابين وشيرا إلى أن التعاون المستمر بين كل الدول التي ترسل المساعدات الإنسانية عبر مطار وميناء العريش